اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده فإن للوقت أهمية عظيمة وقيمة غالية نفيسة في حياة الإنسان وهو من أجل النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا حيث يقول الحق سبحانه وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّمَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا والمتأمن في القرآن الكريم يجد أنه قد عني بالوقت عناية شديدة حيث سميت أربع صور من صور القرآن الكريم ببعض الأوقات وهي صورة الفجر وصورة الليل وصورة الدخى وصورة العصر كما أقسم سبحانه بالأوقات في مواضع عديدة حيث يقول تعالى وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ وَالْشَفْعِ وَالْوَتْرِ ويقول سبحانه وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلُّ وَالْصُبْحِ إِذَا أَصْفَرْ وَيَقُولُ سُبْحَانَه وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْنَهَارِ إِذَا تَجَلَّى وهذا الاهتمام القرآني الشديد بالوقت إنما يدلنا على أهميته ووجوب اغتنامه في أعمار الخير التي تنفع النفس والمجتمع والوطن حيث يقول سبحانه فاستبقوا الخيرات ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم اغترم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سطمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ويقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك لذلك وجب علينا أن ننظم أوقاتنا ونستفيد بكل جزء فيها ونعمل على استغلال كل لخظة في حياتنا فإن النشاط يولد النشاط والكسل يولد الكسل وإن القليل إلى القليل كثير وإن حياة الإنسان إنما هي عبارة عن مجموعة من الوحدات الزمنية التي تشكل في مجملها وتراكيبها حياته كلها ولله ذر القائل دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني على أننا نؤكد أن عمر الإنسان وحياته الحقيقية إنما هو ما ينتجه أو يخلفه من تراث معرفي أو فكري أو إنتاج علمي نظري أو تطبيقي وكل ما يقدمه لخدمة البشرية بغض النظر عن مدى الزمن الذي يعيشه وقد قال الشاعر عمر الفتى ذكره لا طول مدته وموته خزيه لا يومه الداني فأحي ذكرك بالإحسان توديعه تجمع بذلك في الدنيا حياتاني فالبركة في العمر لا تكون بطول العمر فحسب إنما هي مقدار ما ينتجه أو يقدمه الإنسان في هذا العمر لخدمة دينه أو دنيا أو دنيا الناس فخير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله وخير الناس أنفعهم للناس فقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس خير قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله قيل فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين كما حثتنا الشريعة الإسلامية على أهمية اغتنام الأوقات فقد حذرتنا من الغفلة عنها ومن بخاطر إضاعتها حيث يقول الحق سبحانه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا أعمل فيه ويقول صلى الله عليه وسلم تصدقوا قبل أن لا تصدقوا فمن الناس من يسرقه الوقت فإن لم يسرقه الوقت حاوله وقتل الوقت لأنه في فراغ قاتل ممل لا هو في أمر دينه ولا في أمر دنياه حيث يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة ولله ضر القائل والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع فما أحوجنا إلى تعمير أوقاتنا بما ينفعنا ويفيد مجتمعنا ووطننا حتى يتحقق الفلاح والتقدم والسعادة في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا البركة في أوقاتنا وأعمارنا